اشتركوا في القناة اكتر حاجة بشغلة الناس وهو احداث ستات بورس عيد اللي راحت حيطها عدد من الشباب الصغاية في السن وبعدها شفنا جلسات مجلس الشعب اللي كلنا كنا بنتبعها عن قرب وانا هتكلم عن نفسي انا جيلي مكنش متوقعة انا بقى صحية بهرول عشان نفتح التلفزيون عشان هتفرج على جلسة مجلس الشعب وفي نفس الوقت اداة مجلس الشعب حتى الان للناس كتيرة ندى نقول ما كانش على قد ما كنا متوقعين او على قد ما الناس كانت متوقعة هو يعتبر اول اختبار حقيقي لدور مجلس الشعب الثورة بعد حدث كبير زي ستات بورس عيد هو يعني بكل اسف طبعا احداث بورس عيد احداث قاتمة ومؤلمة بالنسبة للشعب المصري ربما للعالم لاي انسان شاهد هذه المعساة وبالتالي هي لحظة كشفة بالنسبة للنظام الجديد في مصر لحظة كشفة لاخفاقات ولحظة كشفة لأيضا مدى مسئولية هؤلاء الناس عن دم المواطنين المفروض بالقانون وبالسياسة انهم مسئولين عن هذه الدماء فبالتالي هذه اللحظة بتشير لي يعني ثلاث حاجات اساسية في وجهة ناصر الشيء اللي يخص المصريين انفسه يعني من اين اتى هؤلاء القتل يعني الانسان المصري بطبيعته على الاقل ما نعرفه انه انسان مسالم وانه على الاقل حتى في الاشتباكات المحلية الصغيرة يحاول ان يفضي اشتباك بالسلم والبساطة فان يكون هناك قتل بهذا الحجم فهناك شيء حقيقي تغير في جوهر الانسان المصري لابد من الحوار وطني جد حول من اين اتى هؤلاء داعوا الحجم النقطة التانية تخص امن البلاد يعني حدث كشف بان هناك عبث بامن البلاد وهناك نوع من المراهقة في تحمل المسئولية بالنسبة للقائمين على هذا الامن وفي اي مكان متحضر في العالم ان القائمين على الامن في هذه الامور اذا وصلت الحجم القتلى او المجزرة الى هذا الحجم ما يزيد على سبعين فرد فده يكفي لقالة حكومة ويكفي لقالة تغيير وزارة يكفي لأشياء كثيرة كل هذا ظني انه لم يحدث يعني من متابعتي انه لم يحدث ايقالة وزارة لم يحدث اي شيء اخر الجزء الثالث وهو كشف ايضا البرلمان الجديد ومدى قدرته واداءه فيما خص لجنة تقصي الحقائق وقدرته على استصدار تشريعات او قرارات لاجبار الجهاز التنفيذي المتمثل في مجلس وزارة او المجلس العسكاري او غيره في ان يؤكد على امن وسلامة الوطن او يتخلى عن المهام المنوب بها من اجل ناس افضل اداء او فدي لحظ التعرية على انه ما حدث بعد الثورة بصراحة لم يتغير شيء يعني كما كان في حدث العبارة مثلا السلام اللي هو مات فيها الاف المصريين وكان مبارك بتفرج على المجرى في كاس افريقيا بعدها اللي هي عدم الاحساس حتى بالناس وبالام الناس نفس الاحساس تقريبا كان بعد حادث بورسايت يعني المفروض ده حادث بيبقى فيه ناشونال مورنينج حداد عام يعني انه ناس كتير يعني خليني اسأل يعني تقييم حضرتك كده لمجلس الشعب معنى كده انه هو ده مش مجلس شعب الثورة؟ يعني يعني شفنا لجنة تقصي حقائق وطلعت بعدد من التوصيات اللي كان من ضمنها اقالة وزير الداخلية وبعدين دي مش من صلاحات مجلس الشعب الحل يعني هو حاجتين الحاجة الاولى انه مجلس شعب لو كان هو بالضبط مجلس شعب انه يمثل الناس اللي انتخبوا هؤلاء اللي يصل عاداتهم حسن مقيل فيه حاجة عشرين مليون انتخابات اكتر من عشرين مليون مواطن او ربعين مليون مواطن وبالتالي احنا متكلم عن اذا كان هذا الحجم الكبير من المواطنين الذين يمثلهم هؤلاء لا يستطيعوا ان يقنعوا وزير الداخلية بالاستقالة يعني ده يبقى واضح ان وزير الداخلية ما عندوش دم كتير اذا كان هناك رفض شعبية ممن يمثلون حجم كبير من الشارع او ان هؤلاء العضاء فعلا بانتخابات انقطعت سلتهم بالارضية التي انتجتها فالحقيقة كان اداء متواضع جدا يعني اداء محدود لانهم لم يستطيعوا على الاقل ان يكون لديهم او الهيبة السياسية التي تجعل وزير وليس وزارة او رئيس وزارة او المجلس العسكري ان يتخلى على المنصب طب بنا نتكلم عن الداخلية وسمعين كلام عن اعادة هيكلة الداخلية بقى لنا فترة طويلة وتطهير الداخلية الناس كتيرة معترض على لفظ تطهير ونفس حكاية مع الاعلام بس خينا نقول التصحيح مصار وزارة الداخلية يعني كان المسمى اللي الناس حبت تستخدمه وسمعين كلاما عن ده بقى لنا كتير يعني من يناير اللي فات يمكن وما ننساش كمان انه لما الناس طلعت في مظاهرات 25 يناير كان اول مطلب كان ضد وزير الداخلية السابق حبيب العدلي لانه كانت الداخلية هي الرمز لممارسة القمع ضد المواطنين بشكل عام فهل احنا نتوقع احنا فعلا نشوف اقالة لوزير الداخلية فعاليا من فترة الجاية هذا قد القصة ليست اقالة وزير الداخلية والمشكلة ان يعني وزارة الداخلية في العالم كله هي وزارة منوبة البوليسينج او الامن الشوارع تسهيل المهمات المدنية انما ما هو موجود هنا هي مؤسسة لحماية نظام ديكتاتوري يعني مؤسسة لديها جيش كامل اسمه الامن المركزي وهو ما اسمته في بعض المقالات بالجيش الموازي لدينا الجيش النظامي المحترف المنوط به امن البلاد وسلامة الوطن ولدينا جيش موازي يعني نفترض ان انا في لحظة سيناريو فوضى وقرر اهل الداخلية انه مختلفون مع الجيش على سبيل المثال يمكن ان احده استضام بين جيشين حقيقين موجودين في الميلاد فيش دولة فيها جيشين ففي النهاية هذا عبس يعني من اجل حماية نظام ديكتاتوري خلال التلاتين او البعين سنة الماضية انشئ جيش موازي وهذا خطر جسيم يعني لابد ان يعني نفكر فيه ماليا هذه نقطة النقطة التانية ان كما تفضلتي ان يعني الداخلية هي رمز الظلم ليس الان ولكن منذ اتنين وخمسين وهي رمز اهانة كرامة المصري ورمز الاساءة للقانون ورمز لكل شيء قبيح بامان اياه يعني اه هو كان او المبادلة المقايدة انه والله احنا هنديكو امان في الشارع في نفس الوقت اه المقابل احنا سنوهين الجميع في محافظة على هذا الامن هذه معادلة سيئة بكل اسف فلابد من اعادة هيكلة الداخلية بما يجعلها وزارة الداخلية زي الدول المحترمة يعني كده بصراحة انت بكلمي على بلد كده تشبه افغانستان وتشبه حاجات متخلفة جدا ان تبقى هناك وزارة الداخلية بهذا الحجم ده شيء مخيف طبعا انا متأكد انه الكلام ده ما يجدش حد لسببين سبب الاول ان لو عندك جيش جرار من الامن المركزي ومن جيش جرار من ضباط امن الدولة دولهم اثروا وعائلاتوا والاخروا فمتكلم عن دعم كامل لهم داخل الشعب بيصل سبعة مليون او تمانية مليون نسمة مستفدين من هذه البنية الموجودة في المجتمع فهولا سيحاربوا لاخر نفس البقاء على امتيازاته وده اللي بيسبب طبعا مسائل القتل وإشاعة الفوضى وده اللي بيشير للطرف التالت والطرف التالت ده فين اوحيك يعني مش شاف ان في طرف تالت ولا قادي خفية ولا كده هو كان هناك نظام قديم لحسنية مبارك شكل مجموعات من المصالح المختلفة جاءت الثورة وحاولت ان تنزع صلاحيات هذه المجموعات في مناطق مختلفة من المجتمع فهؤلاء سيحاربوا في حرب اهلية مكتومة من اجل الحفاظ على مصالح طيب يخرب الوطن ما يخربش الوطن دي مش قصيته من المهمة اللي يبقى على مصالح طبعا ده خليني اسأل يا دكتور مأمون دلوقتي انا كحد قائم على ادارة البلاد وانا شايف انه في اللي انا بسميها ايادي خفية او اللي انا بسميها شخص من مصلحته انه تفضل يبقى الوضع كما هو عليه بهذه الفوضى واكيد الناس دي معروفة يعني انا لما اطلع انا بالتصريح انا كحد مسؤول عن الدولة اقول اما هو ده فلول النظام السابق طبعا لما بقابدش لما بشيلش الفلول دي او في اه ثلاث حاجات هنا الحاجة الاولى انه حد مسؤول يقول هناك ايدي خفية او طرف تالت يعني ما يعرفش مين اللي بيعبث بأمن بلده المفروض يروح يشوف لشغلانا تانية غير انه هو يدير البلاد او انه هو يدير امن وطن يعني لابد وان يعرف من يدير الحكم لابد وان يعرف اه وإلا اه يعني مسألة الامن تختل ماذا لو دولة اخرى تعبس بنا ماذا لو اعداء يعبسونا بنا اذا كان القائمين على الحكم لا يعرفون يعني دوروا على شغلانا تانية فده اول حاجة الحاجة التانية انه ايضا مسألة فلول النظام يعني ممكن يقولها حد في الشارع او حد يقولها على قهوة بس المسؤول لا يتحدث عن فلول النظام المسؤول الوجه اتهامات حقيقية واضحة واسماء ومسمات فانا اعتقد انه بكل امنة بعد الثورة يعني لم يحدث تغير على التنق كل اللي حادث الالتفاف على الثورة وتفريغ الثورة من مضمونها وتبريد الثورة وشيطانة الثورة واعتقد نجحوا بامتياز فيها من جملة حضرتك عندي موضوعين عايز اتكلم فيهم واحد حضرتك قلت اذا كان القائمين على ادارة البلاد ما عندهمش معلومات حقيقية عن من هو الفاعل اذا ده خطأ وبعتقد انه الاحسن هما يتم تسليم السلطة ولو انا صح دوروا على شغلانة تانية اه ها القائمين على ادارة البلاد هوا المجلس على القوات المسلحة اه اللي حضرتك شايف انه بجملتك دي شايف انه هما من يعني في الوقت دا يتخلوا عن هاذ هذا المنصب يعني اه نفس الوقت من كم يوم حضرتك كنت بتشايف انه وقلت ده في اللقاء تليفزيوني حيك شايف أنه بقاء المجلس العسكري لحكم البلاد هو الأصلح أو ده الأأمن. لا نتكلم بشكل واضح ولا لابسة فيه. فضل. أولا التحدي الاستراتيجي بالنسبة لمصر كما كان في يوم 28 يناير وثلاثة فبراير السنة الماضية هو الحفاظ على الدولة المصرية والعمود الفقري لازل دولة متمثلا في قواتها المسلحة. صحيح. ده الباقي بقى تفاصيل. يعني مين في المجلس العسكري. مين في وزارة الداخلية. كل ده في النهاية الأمر كلام فارغ. لأن البلد وصلت إلى تهديد حقيقي. أن البلد يمكن أن يحدث لها تهديد حقيقي في مكونات الدولة المصرية بحدودها الواضحة المعالم. ويمكن أن يحدث خلل في القوات المسلحة المصرية اللي هي العمود الفقري. اللي يمكن أن يصيب البلد بالشلل إذا ما حدث أي عبس فيه. فأنا بقول يعني مسألة تسليم السلطة بدون ما إعداد جيد لها يعتبر خيانة عظمة والتخلي عن مسؤولية. يعني إيه إعداد جيد؟ نعم. إني برضو خيني أفهم حكي يعني أصدق إيه بإعداد جيد؟ لا إعداد جيد اللي ناقل مثلا أنا بقول أن المؤسسة الأساسية الحكامة الآن التي استطيع أن أأمن لها تأمين حدود البلاد والحفاظ على الدولة المصرية هي القوات المسلحة. صحيح ما حدش يختلف طبعا. ما حدش يختلف. الناس اللي في السقف في الطاب اللي هو المجلس العسكري اللي إحنا شفنا أداءهم في إدارة المرحلة الانتقالية سيئة ليس بالضرورة هم كل من في القوات المسلحة هناك في صف صف تاني وصف تالت وصف رابعا. لكن في النهاية يجب أن نحافظ على الأمن إذا كانت هزي المجموعة لم تقدم مهامها تسيب مكانها ليجيل تاني أيضا من القوات المسلحة القادرة. طب خليني بس أفهم من حضرتك. نعم. علشان الحاجة بتقول ده أنا من نسبهي شوية مش فهمها وأعذر جهلي. حيث قصدك هنا الأمن مقصود به الأمن حدود الأمن الخارجي. لأنه لازم نفصل بين الأمن الخارجي اللي ماعتقدش أن في أي حد ولا من القوات الثورية ولا من غير قوات الثورية يعترض معا دور الجيش الأساسي. بزبط بزبط. لكن دوره في إدارة البلاد بقى ده السؤال إنه. الجيش لم يدير البلاد. المجلس العسكري. المجلس العسكري كحاكم للبلاد. كمجلس عسكري مش كجيش محنا كنين مدركين. بزبط. يدورون قضايا سياسية تخلى عن رتبه العسكري. وأصبح يدير البلاد في المدة بقية دونما أن ينعكس فشله في أداء مهمه على سمعة الجيش وشرفه. وعلى شرف العسكري المصري. طيب وإذا تخلى عن رتبه إذن هي بالتبعية يبقى أي حد مدني ممكن يحكم البلاد. يعني هي هي أزمة. لا لا على أقل دايم على أقل تاريخ من الخبرة اللي تخص حماية الوطن. خارجيا برضو. خارجيا برضو. خارجيا برضو. إنما داخلين دي إحنا في أزمة. لابد أن نعترف بأن مصر الآن في أزمة. لأنه لدينا وزارة الداخلية أضربت عن العمل منذ 25 يناير حتى اليوم. إننا دا هنا خيانة وطنية قامت بها وزارة الداخلية من 25 يناير حتى... من 28 يناير حتى اليوم. هذه الخيانة الوطنية يجب أن يحكم عليها, يعني فيها في محكمة ثابتا ألاف مؤلفة ممن شاركوا في هذه الخيانة الوطنية التي أوصلت هذه الوطن إلى حالة من الأزمة. يعني لابد من تقييم الجاد والمصارحة والمصالحة عادي ليست مصارحة مجرد فنجر بوينتيج أو الناس بتتاهم بعضها ولكن نوع من المصارحة من أجل المصالحة ومن أجل محاولة نقل هذا البلد بسلام من مرحلة المياه المضطربة الآن إلى نوع من الهدوء طيب في كلام حضرتك بردو لما كانت تكلم على أحداث بورسايد حضرتك قلت أن السلطة من دورها أنها توجه اتهام ومباشر بأسامي وتوها موضحة وصالح ده رجعني للمطالب اللي بتطالب بإقالة النقب العام لأنه الناس حاسة أنه تكييف القضايا بيتم تكييفها لصالح المدان مش لصالح المتهم أنه ما فيش عدالة نجزة أنه فيه تباطق شديد أنه فيه ناس بتحاكم دلوقتي على قضايا من أربع سنين حين القضايا لسه من كم شهر لم يحكموا عليها بعد وفي نفس الوقت فيه تصريحات للمستشار الزند أنه ليس من حق أحد أنه يقيل النقب العام وده اعزلوا كلمة اعزلوا من قموسكو يعني أنا عايز أعرف في الحالة دي حداك شايف موقف النقب العام والمطالبات الشعبية وموقف المستشار الزند حاك شايف الوضع هنا عامل إزاي أو شوف أرجع بيكي لنقطة أساسية وهو لما أتكلم عن ثورة يعني في أي ثورة في الدنيا في حاجة اسمها تغيير المنظومة القيامية الحاكمة للمجتمع المنظومة القيامية الحاكمة للمجتمع ينتقل من مجتمع مكافأة إلى مجتمع كفاءة ما كان في أيام مبارك كان مجتمع مكافأة النقب العام ورئيس المحكمة الدستورية وكل التعينات اللي عملها مبارك أو كانت مكافأة ناية خدمة نوع مكافأة ناية خدمة ومكافأة ولاء وبالتالي نحن نتعامل مع نظام مبارك لابد وأن نعترف بما في ذلك المجلس العسكري بما ذلك الداخلية يعني كل هذه الترقيات العسكرية والسياسية كانت تمنح ليس لكفاءة ولكنها مكافأة لولاء أو لقرب من الدكتاتور يعني لابد أن نعترف بها وبالتالي إذا أردنا الانتقال لابد أن ننتقل إلى العالم الكفاءة يعني القضاء المصري ليس النائب العام وليس رئيس المحكمة الدستورية الذي عينه مبارك لنرى القضاء الذين يؤمنون بمسألة العدل أو إقامة العدل كمهنة راقية وسامية يعني في النهاية لو هناك قضي محترم لا يقبل أن الجهاز التنفيذي هو الذي يعينه لولاء هذه سبة في فكرة القضاء نفسها وفكرة العدل نفسها واستقلال القضاء فبالتالي مسألة إقالة النائب العام أو إقالات كتيرة قالت صف الثاني كله من نظام مبارك الذي بني على المكافأة أعتقد طبيعي جدا لو أردنا تطهير النظام من الولاءات الكلام اللي انت قلته حضرتك كلام مهم جدا أننا منذ قتل أول شهداء الثورة حتى زي اللحظة لم يحكم أحد يعني لم يعني الناس اتهمت ولكن لم يصدر حكم ضد أحد وهذا أمر مخيف يعني يمكن يعني حكم شباب الثورة ولم يتم محاكمة الذين قتلوا شباب الثورة وهذا يعني يشكي في مصداقية القائمين على الحكم على أنهم جزء من نظام الثورة وده برضو بصراحة يا أستاذ مأمون ما خليني برضو أتساءل يعني حضرتك كل حضرتك قلته يا خليني برضو مستغربة على تصريح حضرتك بأن حضرتك مع بقى يعني كلام حضرتك معناه أنك مع تسليم السلطة المدنيين في أسرع وقت لا لا مش مع تسليم السلطة المدنيين في أسرع وقت مع تسليم السلطة لحد يعرف إدارة البلاد بشكل أفضل هو مدنيين كمان ما هو لازم يختبروا في النهاية ما هو مش كل واحد واقف في الشارع لاحظة حضرتك خلينينا نتكلم بجد مش كل واحد في الشارع واقف أو عدو مجلش مش عارف اتلاف إيه واتلاف إيه أو واحد مرشح محتمل دلوقتي كل واحد وابن عامو مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية ده تهريك فيما يخص أمن البلاد وسلامتي هناك من هم من المصرين في الداخلية وفي الجيش من هم محترفين وتدربوا على أداء مهمهم بشكل جيد ربما لن يكونوا هؤلاء اللي هم على القمة لكن هذه المؤسسات الوطنية فيها من يحافظ على أمن هذا الوطن لابد لفتح هذا النظام بحيث الكفاءة تخرج للسطح دونما أهل المكافأة لكن مش بالضرورة إن أنا أقول إذا المجلس العسكري فاشل فزير فور أو بناء عليه ما فيش حد في الجيش محترم ده كلام فارس لو قلنا إنه الداخلية فاشلة بأداء الحالي مش معناه كده إنه ما فيش مجموعة ضباط برضو جيدين في وزارة الداخلية هناك ناس او محترفين موجودين في هذه المؤسسات ولكن لم نرفع الغطاء كي يخرجوا السؤال هي ليست الأشخاص ولكنها القضية والقضية هي حماية أمن وسلامة هذا الوطن تنقل السلطة لمن أنا وأنت نأتمن إليه في حماية أمن وسلامة الوطن يعني لو حطينا دلوقتي برضو هلنكلم خارجيا خارجيا وداخليا الوطن ككل الوطن يعني في النهاية لو حطينا مجلس موازي من كل رؤساء المرشحين المحتملين من ناحية والمجلس العسكري من ناحية وقل ليه لي اختار دلوقتي الآن من يدير البلد برضو برغم أخطاء العسكري هيكون أنا أكثر إتمكنانا الناس لهم تجربة في حماية الوطن أفضل من حد ما تجربش أنا معرفوش طيب إحنا وقتنا خلص وأنا كنت مهتمة أعرف فوجة ناسة حضرتك سريعا أرجوك في توتر علاقات المصرية الأمريكية ومين أرى تصريحات رشمية دي توترت وهترجع زي ولا إي ده يعني ده مؤشر مخيف جدا أنه واضح أن الجماعة اللهم على القمة بدوروا على أخناها مع أي حد لعادة توجيه المصريين بأنه لدينا أخطار قادمة من الخارج وبالتالي احنا هنحكمكم بأحكام عرفية لمدة عشر سنين جاية ده اللي هو اللي عمله عبد الناصر واللي عمله السادات واللي بتعمله الدكتاتوريات كلها في الدنيا وده مؤشر دكتاتورية ده مؤشر إسرار على أن الدكتاتورية لم تغب عن المشهد وما زالت لومينج ده باكجراوند يعني يعني قاعدة في قاعدة وراء ظهرنا كده ومستنيت تسيطر على المشهد دكتور ممون حدك مع دعوات الإدراب ولا ده الظهر؟ يعني الإدراب والتظاهر ودي كلها حقوق المواطنين وهم يعملوا بأي حاجة وإحنا نتعلم فكرة الديمقراطية ولابد نتعلم كل الأدوات يعني فمش عايب إن الناس تضرب ومش عايب إن الناس تتظاهر دي الحياة في كل الدنيا وبعده مرة تانية اللي مقدرش يدير إدراب ومقدرش يدير تظاهر يروح يشوف لشغلنا تاني دكتور ممون فندي الكاتب والمفكر ورئيس معهد دراسات الشرق الأوسط بلندن شكرا جزيلا على وجودك معنا نهار ده شكرا لك سكرا خلصت حلقتنا نهار ده حلقت يوم الخميس ونهاية الأسبوع يا رب يبقوا اليومين اللي جايين يعدوا بسلام وما حصلش أي مشاكل بكرة فريق أعمل جديد ويا رب يبقى نهار سعيد